اشتركوا في القناة احمده على نعمه التي لا تبصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف منه في رببيته وإلهيته وأسمائه المسنى وأشهد عن محمدًا أبوه ورسوله أصرر رببي ليلاً من المسجد الأرام إلى المسجد الأقصى لن يقر من آياته الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والسحان وسلم تسلماً كثيراً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَفَّ تُقَاتِكُ وَلَا تَقُرْتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَابْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَقُولُوا قَوْلًا سَلِيلًا مُسْلِهْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُنْفِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدِ فَاسَ فَوْضًا عَظِيمًا عباد الله لقد كرم الإسلام المرأة وآتاها حقوقاً كانت تفقدها قبل الإسلام كما منعها حقوقاً لم تمنعها لها الأديان الأخرى وأور هذه الحقوق وأهمها حق الحياة فهرم فترها قال سبحانه وتعالى وإذا المعولة صُلِلَت بأي دمٍ فُتِلَت وجعل الإسلام جزاء من يربي البنات ويُبسِد في تربيتهن جزاءً عظيمًا وهو الجنة كما أعطاها حق المزاوات فسواها في حقه مع غيرها قال الله تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَأَوْوْفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وقال صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائف الرجال كما أوسى الإسلام بالإحسان إلى المرأة والإنفاق عليها حتى لو كانت الصاحبة مالٍ وأيًّا كان موضعها سواءً أتانتكم من أو أخرًا أو زوجًا وجعلًا لفياس الخير في الرجال بمقدار خيره ما أهلي كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وفوق كل هذا آتَ الإسلام المرأة حقها في تلب العلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَسِّسُ من وقتٍ جُزْعًا لتعليم السحابيات كما آتَ للمرأة الحق في الأمل كذلك للمرأة حقٌ في الميران وهذا مما هُرِّمَت منه في الجاهلية وفي الهضارة القديمة وتتوالى نصوص الكتاب والسنة لتُثبت للمرأة كامل حقوقها فالمرأة في الإسلام شريكة الرجل في إمارة القول وشريكة في العدودية لله الغون دون فرقٍ بينهما أي دون تفرقٍ بينهما في أموم الدين في التوحيد والإتقاد وحقائق الإيمان والثواب والعقاة وفي الهدوط والواجبات وفي هنيث عائزة رضي الله عنها في قصة سؤاله همّ بنت أتبا للنبي صلى الله عليه وسلم في حقها أن تأخذ من مال أبي السفيان وكان شهيحاً وكان شهيحاً فقال لها خذي من مالك ما يقفيك ويقفي بليك وما كانت المرأة المسلمة إن كانت الزوجاً تعذيها على هنوء النفوس آمانته الآيات الكريمة قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى مودة ورحمة المودة هي المهبة والرحمة الرحمة هي الرحمة فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو الرحمة بها بأن يكون لها من ولد ولقد كان للوقفة الفريدة التي وقفتها أمنا خديج رفها أمر أكبر أثر في تحديه أي في تحديه الروع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريد عليه الصلاة والسلام بالوحي في غار هرا لأول مرة فجاء إليها ترجف فعاده أي فعاده صلى الله عليه وسلم بوارئه فقال دفروني دفروني لقد خصيت على نفسي فخالت رضي الله عنها أبصر فوالله لا يخذيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتخبر الكل وتقصب المعلوم وتقرأ إلى الديث وتعيد على نواعيه الحق وأيضا لا ننسى أبرو عيسة رضي الله عنها أم المؤمنين هنا أخذ عنها الهديث كبار الصحابة وكبير من النساء أخذام متعلقة بهنا وبالأمس القريب وعلى زبال إمام محمد بن السعود رحمة الله عليه نسعته زوجته بأن يتقبل دعوة العمال المجدد محمد بن عبد الوحام رحمة الله عليه إنما أرض عليه دعوته فإنه فإنه كان لنصيهتها له أكبر أذر في إنقاذها على تجهيج دعوة ونسرها هيث نلف بحمد الله اليوم أكثر ذلك بسروف الأقيلة في أبناء هذه الجزيرة ومما لا شق ومما لا شق فيه أن البيت الذي تصومه المودة والمهبة والرأس والتربية الإسلامية سيؤذر على الرجال فيكونوا بإذن الله موفقا في أمره ناجحا في أي أمل يسعى إليه أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ونساء المسؤولين لكل ذنب وخفير فاستغفروا وطعوا إليه إنه كان للأوالين مفور بسم الله وطعوا إليه وطعوا إليه وطعوا إليه وطعوا إليه لنطلقا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 على سيو ملوندين والدنيا أخاية أخاية ملوندين كيرا صندوق وتنكunda أخاية وتنموري أهلا ولتو صلى الله عليه وسلم وتنمسون دكيو أخاية سبا جميل ممتو ملين يمبكي نعلميكي 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 إبنهي ألالي تنفار إبنهي ألالي كوالي تعالى ولنموان جماعة تنراجوتو إكا كمتون دور فو دال كلمة تكفر كتابة الأرضاق قبل أن يأخل في السماوات والأرض خمسين ألف آق وقال أمار بن الخطاب من قطعه ما يجد إلا ما قصنه الله ألا لكي لا يفضل صلى الله وعليه وسلم أقو عليها رجول بيسوما دنياكم جنة بمولو جدا أما وفن قاتم سموني بانغولة فروني أقو عليها رجول بيسوما جنة بسموني بانغولة سنجي ملتا مو مبينة دنيا أقو عليها رجول سوما أبي ننصتلا أبي فولا منا أبي تابنيا داوة على يابيسوما أمار بن الخطاب أقوني محجيزو نياموي أنيام مو مو يفوفروك فهملا ممانكي تات مو مو يفوفروك إتبنصتلا فو الأيمنة آياداني قاتو حريو ونددا تالجاني تيكان أفولو أتمنى با أتمنى إبه ألاطلا إتاكران والا أتمنى اشتركوا في القناة 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 شكرا